السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ميس اسمي على قناة ساينسوز ميس اسمي حبيبي برايماري سيكس النهاردة هناخد اول لسن لنا السنة يونت 1 لسن 1 اسمه ايه اللسن ده؟ ماس ان ويت هنبدأ نعرف تعريفين مهمين جدا ونفرق ما بينهم ما بين الماس والويت ماس يعني كتلة والويت يعني الوز اللسن ده يا حبيبي هناخده على 2 بورت ده بارت 1 فيه فما ننساش نعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس عشان نشوف بارت 2 نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعرف يعني ايه ماس؟ what is meant by math the math ده تعريف قديم ان اخدته قبل كده في grade 4 وكان معناه amount of matter in an object it's the amount of matter in an object هيا كمية المادة في الشيء او في العنصر بتاعي فزي ما انا شايف كده في two pictures اللي عندي الماس of the two apples ليه؟ لان amount of the two apples not equal to the amount of matter in the three apples يبقى ايه هي الماس؟ it's the amount of matter in an object هيا كمية المادة في الشيء او في العنصر بتاعي ده كده حرفنا تعريف الماس هنبدأ ناخد ال properties of mass ايه هي خصائص الماس؟ اول حاجة انه all matter have masses اي مادة في الدنيا سواء كانت solid او liquid او gas have mass تاني حاجة مهمة the mass depends on the amount of matter ان الكتلة بتعتمد على كمية المادة فكل ما كمية المادة في الشيء زادت كل ما كتلتها زادت ودبان في المسال اللي فات the mass of the three apples larger than the mass of the two apples يبقى the mass depends on the amount of matter so when the amount of matter increases the mass increases and vice versa vice versa يعني وبالعكس when the amount of matter decreases the mass decreases يبقى the mass depends on the amount of matter ده تاني properties تالت واحدة معنا the mass of any object is a fixed value قيمة سبتة لا تتغير لا تتغير بتغير المكان يعني your mass on the earth's surface equal to your mass on the moon's surface قتلتك على سطح الارد بتسوي قتلتك على سطح القمر لا تتغير بتغير المكان يبقى number three the mass of any object is a fixed value it doesn't change by changing place your mass on the earth's surface equal to your mass on the moon's surface وبكده يبقى خلصنا properties of mass نميجورنج وسوف نأخذ الميجورنججونيجوس الميجورنججونيات الميجورنجوس الميجورنججونيجوس لستخدمه في الـ ضوال نميجورنج جوه والكلو جرام يستخدمها تغير الماليجم كم نبدأ نأخذ الجرام الاول ونعرف النهاردة بقى يعني ايه what is meant by gram قالك it may be equal to the mass of one paper clip هو تقريبا بيساوي قتلة الpaper clip بتاعي هو دبوس الورق اللي بمسك بيه الورق بتاعي it may be equal to the mass of one paper clip it's suitable for a measure small masses like jewelry and chemicals الكيلو جرام it's equal to the mass of one liter of distal water هو بيساوي قتلة واحد لتر من الماء المقتر يعني لو جبت ازازة فيها لتر من الماء المقتر وحطتها على البلانس الكتلة اللي هتطلعلي دي one kilo gram يبقى تساوي one kilo gram it's suitable for measure a large masses like fruits and vegetables وبكده يبقى اخذنا measuring units of mass اللي هم gram and kilogram نبدأ بعد اما جدا ايه هي ان الone kilo gram equal one thousand gram يبقى الواحد كيلو جرام كم جرام الف جرام one kilogram equal one thousand grams طيب ما يجيز اني سؤال what is mint by the mass of one small watermelon equal to five hundred gram it's that هشيل كلمة mass وحط التعريف ويبقى اقولها ازاي it's meant that the amount of watermelon in this watermelon is five hundred gram طيب نيجي بعد كده هناخد in measuring devices of mass ادوات قياس الكتلة ادوات قياس الكتلة ادوات قياس الكتلة عندنا نوعين مهمين جدا اول نوع two arm scales الموازين اللي ليها two arm scales ليها كفتين اول حاجة balance scale العادي بتاع الميزان زو الكفتين number b is sensitive to arm scales مثلا حساس بس بزو كفتين بلانس سكيل الميزان زو الكفتين وميزان حساس زو كفتين البلانس سكيلز هستخدمه في large masses مثل fruits and vegetables sensitive to arm scales هستخدمه في small masses مثل gold والsilver مثل ما احنا شايفين هناخد تاني نوع وهو one arm scales one arm scale وهو كفة واحدة عندنا one arm digital scale وهو one arm digital scale وده برضو استخدمه في small masses مثل gold والchemicals والone arm scale with pointer وده باستخدمه في large masses مثل fruits والvegetables دي بقى كده خلصنا measuring devices of mass هناخد حاجة مهمة جدا هناخد activity مهمة جدا اللي هو how to measure the mass of a solid object ازاي استاقدر اقيس كتلة solid object by using balance clean balance scale horizontally on a stable shelf هحطي clean balance scale بتاعي يكون نضيف افقيا على سطح ثابت على رف ثابت ليه عشان املع vibration امنع الاهتزازات to avoid vibration ثاني حاجة in put the objects وليكن الابلز اللي انا عايز اعين الماس بتاعيتها in one arm balance هحطها على ايه كفة من الكفتين بتوع arm balance ثاني حاجة هحط standard masses and on the other arm until the two arms are balanced لغاية ما اللي اتنين يكونوا متوازئين مع بعض وإيه واد بعض او ما يتوازوا يبقى كمية يبقى كتلة الابلز ساعتها هتساوي قتلة الا standard masses يبقى the mass of any solid object is equal to the total mass of the standard masses the mass of any solid object is equal to the total mass of the standard masses which a which balance with the object التي تكون متوازنة معاها الاثنين قدوا بعض قتلتها هتساوي قتلة مجموعة قتل standard masses اللي انا حطاها on the other arm وبكده بعرفت اعين ازاي mass of solid object ازاي how to measure the mass of a liquid لو انا عندي بقى liquid هعرف ازاي اعمل ايه هجيب digital scale وحط horizontally on a stable shelf تمام وبعد كده هجيب empty glass وارحطوها على balance and record its mass يبقى put empty glass on the balance and record its mass وسميها M1 وهي فضيل وبعد كده على كمية الماء مثلا اللي انا عايزة اقدر اعين الكتلة بتاعتها هحطها في الغلاس يبقى with the amount of put the amount of water in the glass and record the total mass وحطوهم الاثين على digital scale وهشوف total mass بتاعتهم كده اعين how to measure the mass of a liquid اذا اعين قتلة القتلة by using digital scale لا ينساش نفعل زر الجرس عشان نشوف part 2 وكمان فيه فيديو بالشرح بالورقة والقلم واشوفكو على خير شكرا